اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ببرنامجكم مستشارك العقاري مع اي ام شركة اي ام هي شركة مصرية سودانية تعمل في مجال التسويق العقاري منذ فترة طويلة الحمد لله رب العالمين حاصلة على شهادة الايزو 9001 ادرت منها تعمل معارض عديدة داخل مصر وخارج مصر عملنا معرض دولي في جمهورية السودان الشقيقة وده كان في 12-22 اوائل سنة 23 قبل الحرب بحوالي اربع شهور المعرض ده كان في برج الفاتح ومن فضل الله عز وجل حقق نجاحات باهرة ونجاحات عملت لنا ارضية نستند عليها مع اخواتنا السودانين الشعب السوداني هو شعب عظيم شعب جميل شعب طيب شعب كويس قوي وروحه كويسة وتمسكهم بدينهم وتمسكهم بالاخوة وبالعروبة وباللغة ما شاء الله عليهم وان شاء الله بلدهم ترجع احسن من الاول تاني وتبقى في قمة نجاحها زي الاول واحسن كمان احنا كشركة ايامل التسويق العقاري مقرنا 48 عباس العقاد مدينة نصر بنعمل رحلة اسبوعية لاخواتنا السودانين المستثمرين المتواجدين في مصر خلاص وبقى في اقامة وفي استدامة بنعمل ايه في الرحلة دي انا بوري له معالم العاصمة الادرية الجديدة ويعني ايه عاصمة الادرية جديدة ويعني 174 الف فدان ويعني ايه تم نقل الوزارات والسفارات وتم نقل البنوك وتم نقل الحي المالي والحي الوزاري وتم نقل البيت الرئاسي وتم يعني وهكذا عشان اقدر اوصله ان ياخد اعلى استثمار في الفترة اللي هو متواجدها في مصر عايزين نكونوا واقعيين شوية الحرب بتاعة السودان ربنا ينهيها على خير يا رب وبرضو الكلام ده لاخواتنا برضو الفلسطينيين وقصة غزة وبرضو الاخواتنا بتوع اليمن ربنا ينهي يا رب حروب العالم كلها انا بخاطب اخواتي المستثمرين المتواجدين في مصر وبالاخص السودان لان انا شركة اصلا مصرية سودانية اي ام للتسويق العقاري والتشتبات هي شركة مصرية سودانية اعضاء مجلس الادارة بتوحها خمسة انا المصري الوحيد اللي فيهم ومعايا اربع اخوات ليا بعتز بيهم وبتشرف بيهم من جمهورية السودان الشقيقة ومن بيوت كبيرة ومن بيوت عريقة يعني من عائلات كبيرة قوي بدون ذكرى اسماء يعني دلوقتي انا بستهدف المستثمر السوداني وبستهدف المستثمر الفلسطيني اللي خلاص بقى متواجد معنا في مصر المستثمر اليمني وهكذا والسوري والليبي يا مرحب بالجميع انت دلوقتي قعب بتقضي فترة في مصر لحين الانتهاء من الحرب في بلدك وهترجع بلدك تاني ابو ايه اللي يمنع ان انا بدل ما انا بضيع وقتي في الاقامة والمعيشة فقط طب ما الفلوس دي احطها في حاجة لمدة اربع خمس سنوات بحد اقصى ولو ساعتها حضرتك حابب ان انت ترجع بلدك تاني يبقى انا ما بيع الحاجة دي بقيمة القيمة دي كسبت مئة في المئة من تمانها الاصلي يبقى انا اقدر اطلع الربح بتاعي اللي هو اللي طلعلي من قيمة الواحدة اللي انا بيعطها يبقى هو نفس قيمة المعيشة اللي انا عشتها في مصر يعني باختصار شديد ممكن اعيش الاربع خمس سنين في مصر دون ان اصرف جنيه وعيش كمان عيشة كويسة في فيلا كويسة واكل واشرب واخرج وادخل يعني هصرف مئة الف في الشهر يبقى انا صرفت في السنة مليون ومتين يبقى انا عيشت خمس سنين بستة مليون جنيه ينفع عيش بستة مليون جنيه دول مجانا اه ينفع النهاردة احنا بنكمل الحلقة الماضية عن شركة دي اي جي وهي من كبرى شركات التطوير العقاري بالعاصمة الادارية الجديدة النهاردة عندنا مفاجآت عديدة مع شركة دي اي جي اوعى تقلب القناة خليك معانا الحلقة دي مخصوصة للمستثمر السوداني واليمني والفلسطيني والسعودي والسوري والليبي المتواجدين في مصر انا جاي النهاردة مخصوص عشان اقولك ممكن تعيش في مصر ازاي اربع خمس سنين من غير ما تصرف ولا جنيه خليك معايا انتظرونا اوعى تقلب القناة شركة اي ام للتسويق العقاري والتشتباط مستشارك العقاري لو عايز تشتري شقة او فيلا محل او مكتب او حتى عيادة لو عايز تستثمر فلوسك في مكان مضمون خليك مع اي ام خليك في الامان لان اي ام للتسويق العقاري والتشتباط بتقدم لك العديد من المميزات احنا بنختار لك احسن لوكيشن واقل سعر وكمان اطول مدة سداد مش كده وبس ده هتلاقي كمان اعلى نسبة خصم مش هتلاقيها في اي مكان تاني وكمان اي ام هتريحك لانها بتمتلك شركة تشتباط بدولاب مهندسين وعمال كامل ولان كل اللي محتاجه هتلاقيه وحتى الفرش خليه علينا لاننا هنجيب لك خصومات تصل لتلاتين في المية وده لاننا متعقدين مع اغلب المعارض مع اي ام فلوسك في امان لاننا خبرة عشر سنوات في التسويق والاستثمار العقاري والتشتباط مستنيين ايه تقدروا تشرفونا في العنوان اللي هيظهر على الشاشة او تكلمونا على الارقام التالية وتستمتعوا بمختلف مميزاتنا دلوقتي مع اي ام فلوسك في امان اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم تاني في برنامجكم مستشارك العقاري النهاردة احنا هنتكلم عن شركة من كبرى شركات من كبرى شركات التطوير العقاري بالعاصمة الادارية الجديدة شركة ليها باعة طويل في مجال التجاري والسكني وليها باعة طويل في الجيزة سواء بين اكتوبر او بين محافظة الجيزة عموما سلمت مشاريع عديدة وعديدة وكانت ملتزمة جدا في تسلمها اليام اللي فاتت دي عاملة ضجة شوية في العاصمة الادارية الجديدة ونزلت بلونش لمشروعها الجديد تراك 15 وقدرت انها هتحقق نسبة مبيعات كبيرة قوي في فترة قليلة جدا يعني وظهر في عشرة ايام ممكن نكون دخلنا في 25% تقريبا من اجمال المول تم بيعه في حوالي 5-6 ايام خلينا نقول خلينا نرحب بضيف حلقتنا النهاردة حد محترم قوي وشخصية ملتزمة جدا جدا بمواعدها وشخصية بصراحة والشهر حلو وكان والشهر حلو بالاخص على شركة ائم خلينا نرحب النهاردة بمستر عبد الرحمن العربي احد مشرفي مبيعات شركة دي اي جي اهلا بحضرتك مستر عبد الرحمن اهلا بحضرتك واهلا بسادة المشاهدين اهلا بك مستر عبد الرحمن الحلقة الماضية كنا مستضفين زميل حضرتك مستر احمد نبيل اتكلمنا كتير عن الشركة فانا النهاردة مش عايز اضيع وقت السادة المشاهدين في شرح الشركة يا جماعة اللي عايز يتأكد اكتر من شركة دي اي جي يرجع للحلقة الماضية هيشوف تاريخ كبير قوي للشركة قطعة أرض واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الناس دي بتلعب مثلا في قرابة خمسين مليار بالعاصمة الإدارية الجديدة فتاريخ الشركة وهي بتستند على ايه وعملت ايه ومشاركة معامل تاريخها كبير قوي انا مش عايز ده وقت بده انا النهاردة عايز المستثمر السوداني والفلسطيني والليبي والسوري والعراقي المتوجدين في مصر انا عايزك تستفيد بوجود حضرتك هنا وبدل ما خلي الفلوس الدولاب عندي واسحب منها مية دولار مية دولار كل يوم ويوم بعد يوم مية دولار عشان افك المية دولار تقامل 4700 خلينا وقعين شوية انا هتكلمك بدون لغة عربية بالبلدي عشان باللاربعة وسبعمية دول هتبعت تجيب 3 كيلو لحمة بألفين جنيه ونبعت نجيب شوات خضار بالألفين التانين خلصت المية دولار تاني يوم هتاخد مية دولار غيرها طب ما انا عندي حل تاني اجمل ما نخط الفلوس دي فيه استثمار عشان لما تيجي حضرتك ترجع بلدك نقدر نلاقي معنا فلوسنا زي ما هي هستأذن ادارة البرنامج نعرض العرض رقم واحد اللي هنتناقش فيه مع مستر عبد الرحمن يقول لنا العرض رقم واحد وهو ان فلوسك هترجع لك بنسبة مئة في المئة خلال اربع سنوات يعني مثال لو انا عارض لو انا بتكلم في وحدة العرض ده العرض رقم اتنين خلينا في العرض رقم واحد الاول تمام العرض رقم واحد مستر عبد الرحمن استأذنك نتناقش فيه العرض رقم واحد وهو عرض المئة في المئة خصم على المؤدم زي ما ظاهر امام استادة المشاهدين على الشاشة مثال مستر عبد الرحمن دلوقتي لو انا عندي محل بستة مليون قولي ايه اللي بيحصل انا اديتك الستة مليون انت هتديني ايه مقابلهم طيب اولا انت حضرتك تعقدت معي النهاردة على وحدة هنقول مثال اللي هي بستة مليون كوي تمام انا هرجع لك الستة مليون تاني على اربع سنين يعني حضرتك لو هنقول انت ستة مليون دولار مية في المئة من ثمن الوحدة مزبوط فهيرجع لك على اربع سنين يعني انت حضرتك تاخد مني شيء اربع شكات امنك كل شيء بخمسة وعشرين في المئة من اجمالي قيمة الوحدة من اجمالي قيمة الوحدة تمام طيب ده مثال على العرض المئة في المئة طيب يعني يعني مثال لو احنا قلنا التعاقد بتاعي زي من مكتوب قدام حضرتك كده على الشاشة واحد ستة اربعة وعشرين اللي هو بتاريخ بكرة بزرط واحد ستة اربعة وعشرين انا دفعت الحضرتك قيمة المئة في المئة وهي قيمة المحل ستة مليون بزرط انت المكتوب قدامي دلوقتي واحد ستة خمسة وعشرين واحد ستة ستة وعشرين واحد ستة سبعة وعشرين واحد ستة تمانية وعشرين يعني في تمانية واربعين شهر في اربع سنوات انت رجعت لي تاني في حالة ان انت حضرك دفعتلي الفلوس كلها كاش ده جميل طيب انا هنا بقول ان انا عندي عقد ايجار الزامي يتراوح سعره بين كذا وكذا اوضح القصة دي طيب انا العقد الاجار الالزامي عندي بيقول كده بالنص كالقاتي ان انا هأجر بأعلى قيمة سوقية وقت التجهيل يعني احنا دلوقتي منتكلم التجهيل بعد اربع سنين او بعد خمس سنين في تشغيل العاصمة ان انا هأجر بأعلى قيمة سوقية وقت التجهيل طيب وبش بس كده انا سيفت العميل ان انا بقوله بحد ادنى 10% من قمت الواحد بحد ادنى 10% لو انا ما قدرتش ادنى يعني نسميها دي بحد ادنى او نسميها شرط جزائي او نسميها احد بنود العقد اه احد بنود العقد الرئيسية بالضبط وده جزء عقد يتجزأ من عقد البيع ده عقد ايجار الزامي ليه شروطه ليه بنوده نعم يعني لو حضرتك ما قدرناش نأجر خالص هترجع لي 10% سنويا اللي احنا لو بنتكلم ان الواحدة ب6 مليون انا ارجع له 600 الف جنيه سنويا 600 الف جنيه لو ما قدرناش نأجر ادنى نأجر ب15% بقى 15% المثال على ال6 مليون يعني 900 الف 25% على ال6 مليون يعني مليون ونصف يبقى متوسط ايجار من 900 مليون ونصف مثلا لو لقدر الله لم نستطيع توفير الشخص اللي هيأجر الواحدة الشركة حكمت على نفسها انها ترجع 600 الف سنوي في حالة عدم الاجار اللي هو بيتمثل 10% من قمة الواحدة مظبوط مظبوط طيب قولي دلوقتي الشركة ما هتوفر لي الشخص اللي هيأجر ايه مصلحتها يعني يعني الشركة تعمل ده لله يعني عايز تقرب لربنا لا 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 مش موضوع كده خالص احنا كشركة احنا متعقدين مع شركات ادارة طيب انا عندي المشروع بتاعي عبارة عن تجاري واداري وطبي مظبوط طيب انا برضو ممكن نوضح للسادة المشاهدين يعني اداري وتجاري وتببي تجاري ده اللي هو الدور الارضي بالزبط انا عندي المشروع بتاعي ارضي واثناشر دور كويف عندي الدور الارضي والاول والتاني والتالت ده هيكون تجاري محلات تجاري عند محلات الدور الأرضي هتكون زي منطقة كافيهات وهتبقى منطقة مطاعم عند الدور الاول ده هيكون ريتيل لمحلات الملابس والاكسسوارات والموبايلات عند الدور التاني والتالت ده هتكون منطقة مطاعم منطقة فوت كورت عند بعد كده التالت بعد التالت اللي هو الرابع والخامس هيكون طبي بعد كده من السادس للاثناشر ده هيكون إداري يعيدين نقول إيه للسادة المشاهدين يبقى أنا عندي يا فاهم hey من العرض رقم واحد وهو عرض المئة في المئة مؤدم وتاخد مئة في المئة خاص عليهم يصبح المحل خلال أربع سنوات شبه مجانا طيب خلونا نتكلم على العرض رقم اتنين لو أنا مفيش في استطاعتي المئة في المئة يعني أنا مش جاهز بستة مليون مع بعض إيه الحل اللي عندي؟ أولاً بالمناسبة حابب أقول لكم أن الشركة دي عندها مش طريقة واحدة عرض ده صفر في المئة ممكن تتعاقط خمسة في المئة تتعاقد عشرة في المئة تتعاقد وعملوا نظام جديد تسعة في المئة تتعاقد وعندهم اتناشر في المئة تتعاقد أربعتاشر خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين أربعين خمسة واربعين خمسين ونظام المئة في المئة اللي احنا لسه يلينه دلوقتي لها فلوسك ترجع في أربع سنين خلينا في عرض تاني مستر عبد الرحمن وهو العرض رقم اتنين ارتغض ان اعرضه لو مكتوب عليه 5 مت دلوقتي عارض 5 مت لوانا مش جاهز بال6 مليون انا معاي 3 مليون بس وعايز اخد نفس الامكانxiات بتاع الراجل بتاع المية فالمية خدا فالرجل بتاع المية المشتري ده انت قالت الي اديته كل فلوسه على اربع سنين اربع سنين. طيب انا هنا دلوقتي لو المحل هو ب6 مليون ده انا معيه 3 مليون بس معاي شيت. ده النظام عندي التاني الا هو 50 مت حيح. طيب نظام 50% هو دلوقتي لو هنقول مثال إن الواحدة بستة مليون هيدفع لي 50% اللي هم تلاتة مليون في الحالة دي هو ما بيدفعلش يقصاد خالص لغاية بعد الاستلام اللي احنا بنتكلم الاربع سنين الاستلام وفيه سنة تجهيل لغاية الخمس سنين طيب أنا دلوقتي هرجع له الـ 50% تاني على ست سنين يعني بنتكلم حوالي 16.6% هيرجع له كل سنة لمدة ست سنين جميل يعني أفهم من كلامك أنا اديتك تلاتة مليون أنا هاخد بيهم أستأذن الإدارة نعرض العرض أنا اديتك تلاتة مليون هاخد بيهم زي ما قدامنا كده على الشاشة هاخد بيهم عقد التمليك رقم اثنين هاخد بيهم عقد إيجار الزامي نفس اللي قناف العرض التاع المائة في المائة اللي هو هدفع ستة مليون كالي اللي هو عقد إيجار الزامي بيتراوح بين 15 إلى 25 وحد أدنى 10% في حالة عدم الإيجار خالص يبقى أقل حاجة تاخدها 10% دلوقتي خصم على المقدم 50% يصبح المحل بنصف ثمنه ومش انت اللي هتكمل فلوسه اشرح للحطة دي كده للسادة المشاهدين يعني ايه طيب أنا عندي دلوقتي ان هو هيدفع لي 50% مقدم زي ما اتفقنا كويس وهيرجعوله تاني على ستة سنين يعني 50% دول همه تلاتة مليون انت هتتدملي على ست شكات كل شيك بخمسمائة ألف جنيه اللي هي قيمة 16 وستة من عشرة في المائة لو ضربنا 16 وستة من عشرة في المائة في ستة هيطلع لي 100% جميل طيب أنا بعد كده عندي تجهيل هو مش هيدفع ايصاد زي ما قلنا من اول التعاقد لغاية بعد الاستلام طيب أنا عندي بعد كده اللي هو الشرط الجزائي اول عقد الاجار الالزامي اللي أنا بطبقه علي ان انا هأجر له الوحدة طيب احنا دفعنا 50% دلوقتي ورجعوله تاني متبكع الوحدة كم؟ 50% احنا بنقول انا ادفع تلاتة مليون بقع لها تلاتة مليون هنعمل ايه؟ طيب اللي هما بيتمثله كم في المية؟ 50% طيب أنا بمضي مع حضرتك عقد الاجار الالزامي اللي احنا بيسا شرحينه دلوقتي ان انا هأجرلك بحدة ادنى 10% من قمة الوحدة كويس لمدة 5 سنين كويس طيب يعني احنا سنويا هيبقى كم في المية؟ 10 أو 10 المدة 5 اللي هو 50% تاني يعني هو حضرتك هيتعقد من اول يوم معايا هيرجعوله تاني الـ 50% ومن بعد الاستلام عنده الاجار الالزامي هيكون بيغطي القصة اللي هو بقية الـ 50% آه تمام يعني حضرتك انا فهمت منك دلوقتي ان انا دفعت 50% اللي هما 3 مليون بقى عليها الـ 3 مليون التانيين لأسوأ الظروف احنا مأجرناش المول لأسوأ الظروف فانت هتديني الحد الادنى للاجار وهو 10% 10% على الـ 6 مليون اللي هما الـ 600 وانا لما ديتك 3 مليون بقى عليها 3 مليون هتبتدي تحسدني عليهم بعد الاستلام هتقسم الثلاثة مليون على خمس سنوات هيطلع قصة 600 يبقى انت عايز توصل دلوقتي حاجة للسادة المشاهدين مهمة ان يا استاذ لو محلك ده ما تقجرش خالص هو هيسد نفسه بنفسه بالـ 50% التانيين بالظبط كده مش احنا لها يعني المؤجر يعني الراجل المشتري ده مش هيتفع حاجة تاني يبقى كنه دفع 3 مليون وخد بيهم محل بـ 6 مليون والـ 50% التانيين اللي هيتفعها المؤجر بالظبط كده ولو لأسوأ الظروف مفيش مؤجر يبقى 50% التانيين الشركة اللي هيتشيله بالظبط اللي هو الحد أدنى 10% سنوي سنو ما اعتقدش فيه شركة هتوافق بالكلام ده دي الشركة عندك الله هو أكبر جايبة أكبر شركات الإدارة لأنها عايز يكسب بالمناسبة أنا مش جايب شركة واحدة أنا جايب شركة للتجاري والإداري هتدير معي التجاري والإداري والشركة بالدير الطبي زي الفل احنا هنقف عندي شركات الإدارة دي وهنحكي عنها كل حاجة بس أنا هستأذن الإدارة نعرض العرض رقم 3 للسادة المشاهدين ثم هنقف بقى بسرعة كده راجع اللي قلناه سريعا عشان الناس تبقى فهمة دلوقتي خليني أقولك يا مستر عبد الرحمن هو العرض رقم 3 معروض معانا خليني أقولك دلوقتي أنا راجل ما عنديش ولا 6 ولا 3 أنا لا أملك 6 مليون ولا أملك 3 مليون لو أنا معي 6 مليون هاجي عندك هأدوملك وهاخد العرض بتاع 100% عشان تديني 4 شكاب بالمية في المية ولو أنا أملك 3 مليون بس صدقني برضو هجي لك وعشان أخد العرض بتاع 50% وإنت بتقول لي دلوقتي أخبار أنا أول مرة أسمعها إن 50% التانين أنا مريش على قبيلة محلة أجر محلة ما أتأجرش أنا دي مش شغلتي مش هدفع 50% التانين الشركة ملزومة ان ايه اللي هتتفحه معانه طريق مؤجر لان انا لو خدت الحد الادنى 10% طب خلينا اقولك بقى ان انا ولا معايا 6 ولا معايا 3 انا راجل معايا مليون جنيه اعمل ايه بيه طيب مليون جنيه ده ممكن يمشي معايا في النظام اللي هو العرض 25% كويس اللي هو عبارة لو هنقول ان المحل او الوحدة ب4 مليون جنيه كويس هيدفع لي اولا انتو عندكم فعلا حاجة ب4 مليون موجود اللي هو ايه بقى دور المطاعم كده مسلا دور المطاعم او عندي فعلا بتبتدي من 4 مليون زي الفل ده محل ايه مسلا 24 متر 24 متر مش كده مسلا يعني المتر مسلا حوالي 180-1990 لو ضربنا 180 في الـ 24 يديني يديني اللي هو حوالي 4 مليون 4 اربعة وكسور بسيطة طيب قولي انا خدت منك المحل ده ب4 مليون انا لا املك غير مليون اديتك المليون هوا اللي هو قيمة 25% مؤدم من الاربعة ايه الهدودة نظام الـ 25% هو نظام هيدفع لي 25% اللي هو المليون جنيه هياخد داعف المؤدم خاص داعف المؤدم خاص اللي هو 50% من امت الواحدة يعني انا اديتك مليون انت هتقسم لـ 2 مليون هو المحل كله ب4 انا اديتك مليون انت هتقسم اصادهم 2 مليون يبقى 3 بقى مليون واحد عن قصاته على 5 سنين من لحظتها وانا هستلم كمان 4 سنين حرف ايه بالزبط خليني اقول لك معنى انا فهمته للعرض ده العرض ده اولا احنا نسميه خصمك داعف مؤدمك خصمك داعف مؤدمك يعني انت دافع 25% انا هديك 50% خلينا نسمي الموضوع ده بطريقة اخرى الراجل دلوقتي اللي كان معاه 3 مليون فقط وقلنا خد المكان بنسبة 50% الـ 50% التانين انت اللي دفعتهم هو الراجل ما دفعش الـ 50% التانين مش انت انت كشركة اللي هي شركة الادارة او المؤجر هو اللي دفع الـ 50% التانين خلينا نقول ان العرض ده نوضحه اكتر للسادة المشاهدين بيقول ايه انا هبقى لك بـ 50% وانا هعمل له خاص من 50% والـ 50% كمان اللي انا بعتلك بيه هم مش عايزهم على بعض اديني نصهم دلوقتي اللي هو 25% واديني 25% برحتك على خمس سنين انت تعرف لك قربنا اوي للعرض رقم اتنين اللي هو اللي قابليه بتاع الـ 50% ولكن التاني انت عايز الـ 50% كاش مرة واحدة هنا اتخذت مني 25% بس وـ 25% التانين هتخذهم مني على خمس سنوات مش كده؟ بالضبط كده يبقى لحد لحظة الاستلام انا بقى المحل ده اكنه كاش مش انا هستلم كمان خمس سنين اربع سنين وفي اللي سنة التشغيل يبقى خمسة يبقى لحد ما انا ابتدي افتح باب المحل ده انا خلصت كل اللي علي وخلصت كله بـ 50% فقط خدت منهم 25% مقدم وخدت منهم 5% كل سنة على خمس سنوات انا استلمت مكاني والتشغيل حصل والتشغيل حصل بقى كده الايجار كاملا ليا بالضبط كده مزبوط مزبوط اللي هو بعد خمس سنين هيكون فيه برضو اللي هو الاجار الالزامي اللي هو بحد ادنى 10% ده لو انا ما اجرتش والله هو متوسط الاجار هو احكاة الاجار الالزامي على الثلاثة واحد عشان من توشش سواء المئة في المئة او الخمسين في المئة او الخمسة وعشرين في المئة السلاث عروض الاجار الالزامي واحد انت ملتزم امامي بتوفير الشخص اللي هيأجر ويدفع قيمة ايجارية اقل حاجة 15 اكبر حاجة 25 ولو لا اقدر الله فشلنا في وجود هذا الشخص يبقى حد ادنى خالف 10% لو انا ما اجرتش صح كده بحيث ان العشرة في المئة تسد القصة مستر عبر رحمن انت النهاردة فتنا كتير 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 في التلت عروض مستر عبر رحمن حابب توضح للاستاذ المشاهدين في عجالة شركات الادارة اللي عندك ايه قوتها وايه السقة اللي الناس تاخدها اني ما تخافشي المكان ده هيتأجر تمام بص مبدئيا انا انا زي ما قلتلك انا مش متعقد مع شركة ادارة واحدة جميل بص يوه فيه مثال كده بيقول عشان خاطر معايير التميز التخصص خصصت انا شركة ادارة للتجاري والاداري وشركة ادارة للطبي جميل طيب عشان مجال التب مختلف تماما عن مجال التجاري والاداري مزبوط طيب نتكلم الاول على الشركة اللي هتدير معي التجاري والاداري شركة اللي هتدير معي التجاري والاداري هي شركة هاربر العقرية اسمها HRE طيب الشركة هاربر العقرية دي عملت ايه او deposited ايه او شغالة ايه دي مسكه السكوك الوطنية لدولة الامارات عملاك دولة الامارات دي اللي بتدير عملاك دولة الامارات اللي هي زي النار اول يurtبانج ي pigeon يا ديها سابقة كبيرة مستندين عليها بالزبط انا بكلم السكوك الوطنية لدولة الامارات quiero شامch 네 مش dámid تنكق Improve شركة يلسكير دي شركة اللي هتديني معيها ال ate iadات الgies tags mati دي متعقدة مع كل شركات الانشورة شركات التأمين هنا في مصر ثانيا ان هي متعقدة مع حوالي اكتر من ست الاف طبيب الطب عندها هيشتغل بصورة قوية جدا غير انها وقد العلاج الحصري بالهايدروجين العلاج الهايدروجين ده اللي بيعالج الامراض الخبيثة والامراض الغرغرينة ربنا عافينا وعافيك طبعا في الناس كلها هيا ليم شطر عبد الرحمن مشاهدة الناس كرام انا عملت الحلقة رقم اثنين لشركة دي اي اي جي بالعروض على ارض الواقع ازايب انا معي مية في المية املك ستة مليون جنيه احطهم فيه محل الستة مليون جنيه دور راجعييلي على اربع سنين مليون ونص ومليون ونص ومليون ونص مليون ونص يبقى رجاع لقيمة المحل لمائة في المائة اقدر اكل واشرب الفلوس دي في خلال الخمس سنين اقدر اقسم الستة مليون على خمس سنين يطلع لمليون ومتين سنوي مليون ومتين سنوي على اتناشر شهر يطلع لمية الف في الشهر ثم كمان خمس سنوات اقول انا هبيئة المحل ده عشان الحمد لله تم بناء وانشاء السودان من جديد ورجعين بلدنا كويس نهر مرمي المحل ده رمي كده رمي انا يا جماعة النهاردة بتكلم في قلمة المحل ستة مليون انا عندي زيادة سنوية خمسة وعشرين في المية حد قدنى لو قلنا 25% 25% 25% 25% يبقى في 4 سنين أنا زدت 100% يعني المحل أبو 6 بقى بـ 12 لو أنا رميته رمي كده هرمي بـ 9 مليون جنيه يبقى أنا كمان 5 سنوات بقى معايا 9 مليون جنيه أخدهم وأنا مسافر وهو أساسهم كان 6 يبقى الـ 6 كسبوا معايا 3 وأنا على اسم الـ 6 دول استثمرت أن أنا قمت في التجمع في فيل أجار بـ 30-40 ألف جنيه 50 ألف جنيه وكلت كمان بـ 50 ألف جنيه يبقى أنا 100 ألف جنيه شهري أنا بصرفه ولكن أنا بصرفهش من جيبي لإني في مثل من قديم الأزل من أجداد نحن عارفينه خدمة تل يختل بلاش كل يوم نفتح الدولار بناخد 100 دولار 100 دولار 100 دولار 100 دولار وبعدين الفلوس دي هتخلص طب والحل إيه أنا لازم كده كده إن عجلا إن عجلا هارجع بلدي تاني فعايز أرجع بلدي تاني على الأقل وأنا ما صرفتش حاجة في البلد ديت على الأقل بأنا استثمرت فلوسي وكسبت فيها وأنتم شرفينه وأنا بقول كده داير أقول لك شنو يا مدير داير أقول لك شنو يا معلم ركز مع مستثمر عقاري صح أنا بعمل لك رحلة أسبوعية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بباص مكيف باص خاص بيك رحلة VIP إلى العاصمة الإدارية الجديدة عشان تشوف بعينيك سيبك من كلام الشفوي شوف بعينك وشوف كل حاجة على أرض الواقع شوف يعنيه وزارات وشوف يعنيه السفارات وشوف البرج الأيكوني وشوف الأصر الرئاسي وشوف مسجد ماضر وشوف مسجد الفتاح العليم وشوف كم البنوك اللي لا يدخله عقله وشوف كم الاستثمار الكبير هتقدر تحدد ساعتها يعني إيه عاصمة إدارية جديدة وأقدر أحط فلوسي فيه أكبر استثمار على مستوى العالم الآن العاصمة الإدارية الجديدة رقمي أمامكم على الشاشة أرجو من السادة المشاهدين اللي عايز يستثمر صح يبتدي دور على شركة مصوق عقاري صح كان الأول شكرا مستر عبد الرحمن على الإصدافة الجميلة ديت وعلى قبول حضرتك الدعوة شكرا شركة دي اي جي شكرا مستر عبد الرحمن ومستر رحمة بدر في ريابه مستر رحمة نبيل وطبعا مدم سماح الناس دول إخواتنا اللي احنا بتتدلع عليهم في شركة دي اي جي والحمد لله حققنا نجاحات كبيرة شركة دي اي جي جماعة موضوع جبير قوي لأنه مش مشروع واحد والخمسة عايزين خمس حلقات وراء بعض شكرا لكم انتظرونا الحلقة القادمة مع أسرة اي ام نفسها ومديرة الشركة والسادة بعض السادة السيلز في الشركة هيتطلعوا يتكلموا عن آخر تطورات حصلت في الشهرين اللي فاتوا شكرا لكم كان معكم عبدالحفيز محمد عبدالقادر اي ام فور الستيت شكرا